نعم عليك كمان قامت محافظة شمال سيناء والدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء ومعه مجموعة من المسؤولين والدكتور حسن راتب رئيس مجموعة سما العريش ومجلس أمناء جامعة سيناء وعدد من القيادات والمواطنين بافتتاح المرحلة الأولى لمشروع تطوير العريش وأعلن المحافظ أن المرحلة الأولى من مشروع التطوير وتجميل مدينة العريش بيشمل رفع كفاءة وتطوير خمس ميادين بتكلفة خمسين مليون جنيه خلونا نروح نشوف هذا التقرير من سيناء ترجمة نانسي قنقر بالذكرى السابعة والأربعين بنصر أكتوبر المجيد حيث قام المحافظ لواء أركان حرب محمد عبد الفضيل شوشة برفقته عدد من المسؤولين من القوات المسلحة والجهة التنفيذية بالمحافظة ورجل الأعمال الدكتور حسن راتب رئيس مجلس أمناء جامعة سيناء بافتتاح المرحلة الأولى من مشروع تطوير العريش وأعلن المحافظ أن المرحلة الأولى من المشروع شملت رفع كفاءة وتطوير خمسة ميادين بتكلفة بلغت خمسون مليون جنيه وأضاف المحافظ أن مشروع تطوير المدينة يأتي ضمن مقترحات الخطة الجديدة لجهاز تعمير سيناء وذلك باعتمادات تصل إلى مئة وخمسون مليون جنيه لتنفيذ عدة مشروعات في مختلف القطاعات نفتتح الخمس ميادين الرئيسية في مدينة العريش اللي هو أول ميدان اللي هو أمام المستشفى العسكري وهو ميدان شهداء الكتيبة 103 ساقة ثم الميدان الثاني اللي احنا وقفين فيه اللي هو اسمه ميدان الشهداء وإحنا كان أصلا اسمه ميدان الساعة إنما احنا غيرنا اسمه إلى ميدان الشهداء تخليدا لشهداء مدينة العريش العمليات الإرهابية يعني استشهد جزء كبير منهم احنا عندنا عشان كل اللي موجودين يبقوا فخورين بما أداه أبناء العريش احنا عندنا ألف واربعة شهيد في محافظة شمال سيناء وأيضا خلونا نوجه برضو تحية شكر وتفضير إلى الجهاز المركزي للتعمير ممثل فيه جهاز تعمير سيناء اللي هو قام بتنفيذ الميدان الخامسة وعايز أقول كمان يعني حاجة كويسة وافتخر وأقولها وهو اللي صرف على هذه الميدان أنا بشكر الجميع وإن شاء الله يكون افتتاح هذا الميدان اللي هو ميدان الشهداء المحاور الرئيسية اللي هتتفتح حوالين منه سواء اللي جاي من شارع الفاتح وداخل على 23 يوليو أو طالع في اتجاه المحافظة وأبو سأل إن شاء الله إن شاء الله الأمور تبقى تمشي على خير ما يرام أنا بشكر الناس كلها اللي بازلوا مجهود وإن شاء الله بتطوير هذا الميدان أنا واسف إن اللي حوالين مننا ده كله حيتطور من أسعد اللحظات افتتاح ميدان شهداء الكتيبة 103 ساعة أنا بس حبيت أقول حاجة لازم كل الحضور يعرف مين هي الكتيبة 103 ساعة كتيبة 103 ساعة هي الكتيبة اللي عملت عملية وحيرة التمساح حاجة تفرح حاجة تشرح حيث الكسافة السكانية هنا حيث فرص العمل الحقيقية هنا حيث الميزات النسبية الكبتيرة موجودة هنا كيف تتحاول إلى قدرات تنفسية وزي ما بنقول دايما أن سينة بعث جديد لإقتصاد مصر والمطلوب الآن هو إعادة رسم الخريطة السكانية حتى يأتي إلى سينة على الأقل 3 مليون نسمة هو ده الصمام الأمان لهذه المنطلة الخزان ده بيتغزى من الخزان العالي بخط قطر 560 ملي وبيتغزى من محطات تحليع بخط قطر 300 ملي بطول 3 كيلو متر الحاجة الرئيسية اللي عايز أتكلم فيها وهي محاور الطرق حوالين ميدان النصر بعمل سيولة مرورية كبيرة جدا وأصبح سواء فيه دور المناسبات اللي موجودة بالدور البدروب بتاع المسجد شغالة فيها ناس فيه ناس جايين ناس راحين أماكن انتظار للعربيات ثم أيضا أماكن خطوط سير واحد إحنا الميدان النصر من وراء هناك أنشأنا نفورة طبعا نفورة نموزاجية طبعا ناس بالليل بتبقى موجودة هنا الاسم الرسمي ميدان السادات تكسيدا لرفع العلم وسط الرئيس ألوار السادات الله يرحمه في مدينة العريش في أرض رفع العلم اللي هي منطقة الكارنتينة الحالية السادات رفع علم مصر لما استلم السيناء من خط العريش لغاية رأس محمد عشان كده احنا عملنا التمثال والعلم تيمنا بما فعله الرئيس الراحل ألوار السادات وتخليدا لذكراه على ما قدمه لمحافظة شمال سيناء بالنسبة للتصميم بتاع الميدان المحافظة كانت طلبة مقترح لعمل التصميم بتاع الميدان فتوجهت للمعحد بيسن هو الجهة الاندسية الموجودة هنا إنه ما يناخد من المقترحات فقمت بعمل المقترح وتمت الموافقة كنون في اكتر من المقترح وتمت الموافقة على المقترح النهاية دا كانت الفكرة الأساسية بتاعة المقترح بتنبع من الموارد الأساسية الموجودة هنا الخاصة بالتنمية في شبك زيرة سيناء طبعا احنا عندنا اكتر من مواصدر للتنمية عندنا اللي هو المصادر الصناعية والزراعة والتجارة وطبعا البحر فعندنا كل جزء في الميدان بيشير لمصادر التنمية دي واجب علينا كمواطنين وكطائمين في محافظة شمال سيناء أن نكرم شهداء الوطن هكذا تمر الذكرى السابعة والأربعين الانتصارات أكتوبر المجيدة على أهالي محافظة شمال سيناء فبين افتتاح لميادين تم تطويرها وشبكة طرق جديدة تم إعادة ورصفها بالإضافة إلى محطات مياه ما بين تحلية ورفع تمر ذكرى انتصارات أكتوبر على محافظة شمال سيناء تنمية تنمية وتحيا مصر من العريش عبد الرحمن داود قناة المحور ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر